الطلاء الكهربائي للنحاز وذلك بغمرها في محلول منظف حمضي أو قلوي ثم توضع في محلول يحتوي على الفلز الذي تطلى به ويوجد الفلز في شكل أيونات موجبة الشحنة ذرات خسرت إلكترونا واحدا أو أكثر يتم توصيل المادة المراد طلاؤها بالطرف السالب لمصدر كهرباء ويتم توصيل الطرف الكهربائي الموجب للمصدر بمواصل آخر يغمر أيضا في المحلول وتصبح المادة المراد طلاؤها والمواصل القطبين الذين من خلالهما يدخل التيار الكهربائي ويخرج وتكون المادة المراد طلاؤها القطب السالب أو الكاثود ويسمى القطب الموجب بالأنود وتنجذب الأيونات الفلزية موجبة الشحنة نحو الكاثود ثم يرسب الطلاء على السطح الفلزي للمادة المراد طلاؤها وتعتمد كثافة طبقة المترسبة على المادة المراد طلاؤها على قوة التيار الكهربائي ومدة بقاء المادة في المحلول ويدل الاصطلاحان ثلاثي الطلاء ورباعي الطلاء على أن هناك كثافات متعددة للطلاء وليس طبقات منفصلة مترسبة على السطح الانحلال بالكهرباء SO4 positive 2 plus CUSO4 equal Cu2 التفاعل الكيميائي للأنود 2E positive plus Cu equal Cu2 التفاعل الكيميائي في الكاثود يتم تفريغ أيونات النحاس لتشكيل ذرة النحاس ومن ثم إيداع النحاس على سطح المفتاح Cu plus 2E positive equal Cu2 ويمكن كذلك طلاء النحاس والزنك بمحليل أملاح حمض الكابريتيك ويطل الكروم بمحلول حمض الكروم والنيكل بكابريتات النيكل وتتضمن بعض الفلزات الأخرى التي تطل للاستعمال التجاري البلاتين والرصاص والقصدير ترجمة نانسي قنقر